السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيشن جديده بوهرمونز بعتذر عن صورتي عشان بتعبير اخر سيشن احنا اتكلمنا عن هرمونز اكتن فيا كالسيوم و كالمودولي اذا ساكها المسجر انا اتكلم نهاردة عن هرمونز اكتن فيا سايتلت جيان بو اذا ساكها المسجر في كل جروب 2 هرمونز في كل هرمونز سويا انا بتشتغل عن طريق surface receptors او من brain bound receptors كده كده انا محتاج ساكها المسجر مكون فالطريقة اللي بيشتغلوا بيها معوزنهم بتبقى شبه بقى فهنلاقي من الهرمونز اكتن بايا سايتل جيان بي ازا ساكها المسجر الشبه الهرمونز اكتن بايا سايتل اي 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 ازا ساكها المسجر لكن اي خطفاتها بمانا باللوقتي انا عندي surface membrane receptors transfer receptors اي 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 او من brain bound receptors انها موجودة على outer aspect of the cell membrane الموافوضة انها هالباونز للبرمون وانا عايز اطلقها εى الساكها المسجر هو الصع البلمونز اكتن بايا سايتل جيان بي ازا ساكها المسجر مش بتحتاج جي پوتين لماذا لا يحتاج الجي بروتين؟ لما قلنا نتكلم في الـ Cyclic ANB أو في الـ Calcium يمكن أن يكون موجودة على الـ Outer Aspect والإنزايم إذا يطلع علي الساكن ميسلجر موجود على الـ Inner Aspect ولكن هناك مسافة بينهم وليس موجودة إلى الـ Each Other أو موجودة إلى الـ Each Other عشان يقدر ده يطلع الساكن ميسلجر موجودة فكنت بحتاج أنها الـ Sigma فكانت جي بروتين ونظفتوا أنه ينقل الساكن أما الـ Hormones acting via Cyclic GnB حلالي المشكلة دي لأن الـ Guanalyte Cyclic Enzyme الـ Guanalyte Cyclic Enzyme بلّا هي صنع الـ Cyclic GnB وهو الـ Cyl موجودة إلى الـ Attached الـ Receptors الموجودة على الـ Outer Source موجودة إلى الـ Hormones وموجودة إلى الـ Hormones وموجودة إلى الـ Hormones وموجودة إلى الـ Biocyclic GnB وهو الـ Atrial Natriuretic Factor أو Hormones وليس موجودة إلى الـ Atrial Natriuretic Factor أو Hormones من اسمه Atrial لأنه يطلع الساكن من الـ Atrial وموجودة إلى الـ Atrium كلا الحالات هو بيستجيب لارتفاع الضغط أو الـ High Blood Pressure ولما بيبقى بيوصل الـ Atrium أنه فيه High Blood Pressure أو أي ضغط فبيطلع الـ Atrial Natriuretic Factor أو الـ Atrial Natriuretic Factor على أساس أنه يوطي الضغط تمام؟ هيروح الـ Atrial Natriuretic Factor أو الـ Atrial Natriuretic Factor أو الـ Atrial Natriuretic Factor وموجودة إلى الـ Receptors والـ Receptors دي مسكة من برّى الجوة مسكة من برّى الجوة بتاع الممبرين مسكة من برّى عشان تمسك الـ Atrial Natriuretic Factor ومسكة من جوة هي Already Attached ديها على طول مش محتاجة حتى بالنص الجوانيلايب ساكليز اللي هو الـ Enzyme اللي هيعمل الساكنيسجر أو اللي هيصنوا عنها الساكنيسجر بدأ هياخد GTP نحوله إلى Cyclic GMP اللي هو الساكنيسجر مين الـ Enzyme اللي بقى اللي هو الجوانيلايب ساكليز زي ما كنا بنقول في The rules Act Inquire Cyclic AMB اللي هو الـ Adenial Cyclic بعد كده الساكني الجوانيب ده هيروح لعمل Stimulation بالـ Cyclic GMP Dependent Protein Kinesis الحد باتي خدنا كم نوع الـ Protein Kinesis خدنا Protein Kinesis A اللي كان يشتغل Cyclic AMB خدنا Protein Kinesis C اللي كان يشتغل بكاسيو اللي يشتغل بضايق صالي اللي يشتغل بكاسيو وكاسيو كالـ Modeling Complex وخدنا دلوقتي Cyclic GMP Dependent Protein Kinesis Cyclic GMP Dependent Protein Kinesis اتفاقنا أي كينيز هيعمل Fosfolation Fosfolated Protein اللي هيحصل نتيجة التحادي بـ أيوقتي زي ما اتفاقنا هو عاية سواءة الدخط هيعطت الدخط زي؟ هيعمل Fosol Dylatation هو عشان نبقى فهمينه هو بيعمل كلام تزيل هو بيلعب أكتر على Contraction بتاع المسل وعلى سواء كانت سكيلتر المسل أو سموس وصوات بيلعب على Calcium influx اللي هو دخول كالسيوم داخل تمام؟ ففي آخر بيعمل Fosol Dylatation يوسع اللي هو النقطة التانية بيعمل Natriuresis يعني increase sodium excretion في اليوم ينزل صوت كتير صوت كتير صوت في اليوم فلما هينزل صوت كتير في اليوم الصوتين ده يروح ساحب وراه وين فانا كده بقلل total volume عشان نقلل فانا بقلل النقطة التالية يقلل تقليل نقلل نقلل الغبط الهوطاة يعني ديريوس الهوطاة تقلل والمسل ويقلل نقلل تطلق الطرق انظر أطلق الاتريان تطلق الهوطاة يطلق في حدد تقليل طلق ويقلل الطرق سيقلل الضغط هو مطور موسيقى و تشتغل عن طريق ساكن المسجر الفرق بين الانسون المسؤول عن انه مصنع الـ Cycle GMP و هو المسؤول عن انه مصنع الـ Cycle GMP فهو المسؤول عن الـ Cycle GMP لما يزيد الـ Cycle GMP يوجد الـ Cycle GMP و دي هتعملي الفسفيريشن الـ Proteins الفسفيريشن الـ Proteins و دي هتعملي بازوديمتاشن ناتريوريسيس و ديوريسيس و بالطالي اللي انا عايز حضرتك تأخذ بالك منه هنا ان النوع ده من الـ Guanyline Cycles نسميه ميمبراين بازوديمتاشن يعني ده الـ Guanyline Cycles الـ Enline ده موجود عن الممبراين فهو نسميه الممبراين بازوديمتاشن في نوع التالي من الـ Guanyline Cycles اسمه الـ Solyble Guanyline Cycles يعني ماشي في الـ Cycle Plasma كده مش قداتش للممبراين الـ Solyble Formula بيشتغل عن حاجات تالية زي الـ Nitrous Oxide الـ Nitrous Oxide ده حاجة برضو تتصنع في جسمي احنا رضينا مع الـ Arginine Metaculous الـ Arginine أمامه الـ Acid Metaculous بيطلع ولا هزيب ان شاء الله للمتاك في الـ Description box بيطلع من الـ Arginine عشان يعمل بازوديمتاشن بس ده ما بيشتغلش هو برضو هيعمل هيطاقها يتزاود في Cycle GMP وهو Second Messenger برضو Cycle GMP بس ما بيشتغلش على الـ Guanyline Cycles اللي ماسك في الـ Intu ما بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على الـ Soliple 4 وفي الـ Guanyline Cycles لانه هو برضو Guanyline Cycles بس مش ممكن برضو فلما بيدخل الـ Nitrous Oxide والـ Nitrous Oxide بيبقى تفيوزيب ده كان بوصو ده أصلا مش هموه ده من الـ Factor اللي بتشتغل اثقها موش هموه هذا هو بيعاد السلمان بالدن ولما بيعاد السلمان بالدن هيعمل Stimulation Cyclic ويصالنا Cyclic GMP ويعمل Stimulation Cyclic GMP Dependent Protein وهيعمل برضو وغالبا برضو بيوضي بالضغط شديد نحن نسميها Nitrites أو Nitrous Oxide Nitrites أو Nitrous Oxide بالأخير لو تدخل الجسم تحول إلى Nitrous Oxide هيعدي المانورن هيخلص صريب الهوام من المانورن هيعمل Stimulation Soluble هيزوج Cyclic GMP وهيعمل Stimulation Cyclic GMP اللي هتامل Stimulation هتؤدي إلى Basal Dylatation وهتوضي الضغط في أدوية تالية برضو بتشتغل عن طريق Soluble Cyanaline Cyclic وهي Sildenafil اللي هو الاسم الطبيري من الviagra الviagra أو Sildenafil برضو بتشتغل على Soluble Cyanaline Cyclic وده لإن Basal Dylatation بتساعد لعملية الإلكشن فالتالي هو برضو برضو بالصباح بالصباح في الأمر الغريب الغريب برضو عادة ستأ pipی الغريب أساسها على المسنجر بتشتغل زي المشهور في قسمي يشتغل على المنقين على السلم المبين يشتغل على سبتور سبتور ستيمس فيها مطول المنقين بوانيلايس لذي يحاولي GTP أيضا أساسها على المجلس المنقين وكارات التعامل ستيملات المنقين المنقين تتمكن الضغط أساسها على المنقين تتعامل والممسل أساسها على المنقين روزونا المنقين والاستخدام excretion in unit and diarosis or increase the water excretion in unit of the baby water كي حاجات بتشتغل على برقل increasing the cellular level of the cyclic gene بس عن طريق the cerebral form of one of the cells بذلك إذا النكترسوسائد بيطلع من الارجون استغلين الأفر إحنا نعمل دول اللي هو زالي المائتوائد و زالي المائتوكروسائد اللي بيستغل مبادر الأنجايد و برضو بيشتغل على صيب الفور بوانيلايا سيكليز فيزاويدوين انترسيولر من الوبسايتل جي مبي والموستيميليشن للسايتل جي مبي ديبندن بروتين كاينيزيس اللي هيؤتي في الأيخة إليها بوازو بايداتش في أدو نتاليا برضو بتشتغل على كده إن هي السيل بنافيل أو بياغرب لغرض إنها تامل بوازو ديلاتيشن اللي في الأيخة بيسيها في عملية الأيخة إليش كده إحنا خلصنا هاليومز اشتغل بوازو عادي جي مبي أشوفكو السيشن بيانا ألخيل إن شاء الله شكرا شكرا